ومن معاني ومقتضيات محكمية هذا الكتاب على ما ذكرت في الخطبة السابقة أن الإحكام هنا بمعنى الإتقان من أحكم النسج وأحكم البناء وهذا نسيج محكم وهذا بناء محكم ومن ثم يستعار في قول جماع من العلماء علماء اللغة والبلاغة لغير ذلك فيقال كلام محكم وقول محكم وخطة محكمة وبعضهم لا يجعلهم بابا الاستعارة هذه تفصيلات بلغية على كل حال الإحكام هو بحيث يكون الشيء بحيث يكون الشيء غير متطرق إليه الخطل والخلل الخطل والخلل بناء محكم بناء لا يتداعى بسهولة لا يتداعى بسهولة أخذ بعضه ببعض لبناته متماسكة كلام محكم كلام أيها الأخوة متناسق المعنى منتظم المبنى متناسق المعنى منتظم المبنى هذا هو الكلام المحكم القرآن يتحدى بالتأكيد التأكيد الدائم والإلحاح على محكميته يتحدى من جحدوه وناكروه من جحدوه وناكروه وهذه الآية كشفت النقاب عن وجه هذا التحدي ولبه ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلاف تفاوتا بحيث تقع آية من حيث المعنى وربما من حيث المبنى من آية أخرى موقع التعارض والمناكدة موقع التعارض والمناكدة القرآن يقول لا هذا غير موجود غير موجود في كتاب الله بطوله على أنه نزل في 23 سنة أو في نيف وعشرين سنة في نيف وعشرين سنة ومثل هذا الكلام الممتد على نيف وعشرين سنة المتفرق المنجم بحسب الكوائن والأحداث والدواعي والمقتضيات من المعقول جدا أن يتطرق إليه الاختلاف أن يتطرق إليه الاختلاف وأبعد من أن يتطرق إليه الاختلاف لو كان رصف ونظم في وقت يسير في وقت يسير بحيث يلقي ناظمه أو راصفه عليه نظرة كلية شمولية نظر الطائر في وقت واحد فيضع هذا في هذا الموضع ثم يبدل هذا ثم يغير هذا بهذا لأنه حاضر عتيد بين يديه على أن القرآن لم يكن كذلك فرق ونجم ثم صار إلى الصدور وإلى المهارق والصطور تحفظه الصحابة والصحابيات ردوان الله عليهم الصغار والكبار تحفظوه وحبروه في المحاريب وتلوه على ظهور قلوبهم حفظوه على ظهور وهذا هو الأفصح على ظهر القلب وليس عن ظهر القلب على ظهور قلوبهم أيها الإخوة وكتبوه وخطوه في أوعية مختلفة فأنا له عليه الصلاة وأفضل السلام أن يعود إلى تفاريقه وأحاده كل حين بما بذى له من تغيير وزيادة ونقصان وتبديل إذن لفتضح أمره وحاشاه وحاشاه بل أمره مكشوف من أول يومه إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها ليس له فيه إلا التلقي وإنك لتلقى القرآن من لدن ليس له فيه إلا التلقي ولذلك لم يتطرق إليه مثل هذا مثل هذا التهذيب والتجذيب على أنه غير متيسر أصلا لما أعربت لكم من معنى ماذا صيرورته إلى قلوب الحفظة وإلى مهارق السطرة فكيف يتطرق إليه هذا الشيء وهذا من أعظم حكمة تنجيم القرآن الكريم لمن أنعم النظر وكان له ذهن وبصر من أعظم حكمة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا صدق الله الله شيء عجيب شيء عجيب إذن هذا كتاب أيها الإخوة متحد يتحدى من أول يوم إلى آخر يوم أيها الإخوة يتحدى ويقول هيا إيتوا بشيء يدل على تفاوتي على اختلافي على تعارضي أكثر من ستة آلاف ومئتي إيهية هيا تفضلوا في مئة وأربع عشرة صورة بين طوال وبين مئين ومهان وقصار مفصد إيتوا لا يمكن إلا لأحمق أن يفعل الأحمق أيها الإخوة الذي يظن أنه أتى وما أتى وإنما أتي من حماقته ويظن أنه سجل تنخيذا على القرآن وما يدري أنه جهول فهذا يأتي بشيء من باب الإعراب وما يدري ما الإعراب أصلا وذاك يأتي بشيء من باب البيان وما درى البيان أصلا وثالث يأتي من باب اللغة وأين هو من اللغة ثم لو كان له مسكة لو كان له مسكة من عقل ما يتمسك به شيء اليسير مسكة من عقل لما أقدم على فضيحة نفسه هذه الفضيحة لماذا؟ لأن مصاقع الخطباء أبيناء العرب الألباء وهم أبناء بجدتها وفلسان حلبتها رفعوا رأية الاستسلام أعجزهم هذا الكتاب ولم يتركهم حتى فرق بينهم وبين آبائهم والأمهات بين أبائهم والأمهات بين العبيد والسادات وأدخلهم في حروب ومنازعات وأذاقهم العذابات والويلات على أنهم لم يجرؤوا على أن يقولوا أتينا بسورة من مثلها لأنهم هم فرسان هذه الحلبة أما الحمق المعاصرون والحمق المحدثون فهؤلاء قولهم مما لا يرفع به عاقل رأسا أصلا مما لا يرفع به عاقل رأسا أصلا بل يلقى في كل وعر وحزن ولا نباله بالا بل ينادي على صاحبه بالخبالة بل ينادي على صاحبه بالخبالة أنه مخبل ممرور مخبل ممرور مغلوب على عقله يظن أنه أتى بما عجت عنه مصاقع العرب وهل تستطيع أصلا أنت وخاطب هذا الأحمق المغرور هل تستطيع أصلا أن تتلوه على وجهه هل تعرف عرابه أصلا هل تعرف معجمية أو يا رجل ثم تظن أنك أتيت بتنقيدات نعوذ بالله من نقص العقل ومن إجحافه من نقص العقل ومن إجحافه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ترجمة نانسي قنع